خلال الأيام القليلة الماضية تمركزت أعداد ضخمة من عناصر الأمن الإسرائيلي بالقرب من مخيم شعفات للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية ونفذت عمليات مطاردة في المخيمات واشتبكت بشراسة مع السكان المحليين وقد ألقى متظاهرون فلسطينيون يوم الأربعاء الحجارة على العناصر الإسرائيلية المتمركزة بالقرب من المخيم والتي ردت على المتظاهرين بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع وكانت بيانات للجيش الإسرائيلي قد زعمت أن فلسطينيا أطلق النار يوم السبت الماضي على أفراد نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية بالقرب من منطقة شعفات في القدس الشرقية ثم فر إلى مخيم اللاجئين القريب